حروف الجر هك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا فيعا على مذ منذ ربا لا مكيوا ونوتا والكاف والبا ولعل ومتى هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر فأما كي فتكون حرف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمة فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدئان وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كلباء في بحسبك درهم وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر فتقول لولايا ولولاك ولولاه فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك وزعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن وقوله وكم موطن لو لا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيقي منهوي بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتى واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهرة وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا وأما حتى بسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له وقد شد جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتنحتاك يا ابن أبي زياد ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم ولغته ذيل إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود فتربصوا به عتا حين وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول أقسم والله ولا أقسم طلاه ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول طلاه لأفعلن وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا معنى قوله والتاء لله ورب وسمع أيضا ترحمان وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت هذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص بربا نكرة وقد شد جرها ضمير الغيبة كقوله واه رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه كما شد جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقربا وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا وهذا معنى قوله وما رووا البيت أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو ربه فتن قليل وكذلك جر الكاف المضمرة نحو كهاء بعض وبيّن وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر تجيء من للتبعيد ولبيان الجنس والابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة فمثالها للتبعيد قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقول الشاعر تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام والأصل من هذه الثلاثة إلى فلذلك تجر الآخرة وغيره نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرهما فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى ويستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي بدلكم وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا أي بدلهم واللام للملك وشبهه وفي تعدياة أيضا وتعليل قفي وزيد والضرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك نحو له ما في السماوات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار وللتعدياة نحو وهبت لزيد مالا ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كمن طفض العصفور بل له القطر وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون وسماعا نحو ضربت لزيد وأشار بقوله والضرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنهما اشتركا في إفادة الضرفية والسببية فمثال الباء للضرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ومثال في للضرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بالبستع وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي تقدم أن الباء تكون للضرفية والسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وللإلصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بعتك الثوبة بطرازه أي مع طرازه وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك على للاستعلى ومعنى في وعن بيعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل تستعمل على للاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس وبمعنى بعده نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله لا هبن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي لا أفضلت في حسب علي كما استعملت على بمعنى عن في قوله في قوله إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها أي إذا رضيت عني شبه بكاف وبها التعليل قد يُعنى وزائد لتوكيد ورد تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء ومما زيدت فيه قول رؤبته لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقطة فقال كهين أي هين واستعمل اسما وكذا عن وعلا من أجل ذا عليهما من دخلا استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعمل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهم وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله غدت غدت عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي أي غدت من فوقه وقوله ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي أي من جانب يميني تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما ومثال الثاني جئت مدعا فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تقفها عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبيطات شر بني تاميم وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوي يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وحضفت ربة فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربة بعد الواو وفيما سندكره وقد ورد حذفها بعد الفائ وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق ومثاله بعد الفائ قوله فمثلك حبلة قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محولي ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر بربة محذوفة من غير أن يتقدمها شيء كقوله رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله وقد يجر وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطرد الجر بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله التقدير على خير وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي أشارت إلى كليب وقوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتق الأعلام أي فارتق إلى الأعلام والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله وهذا مضطرد عندهما في مميز كامل استفهامية إذا دخل عليها حرف الجري